صباح الخير اشتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احباقي بملعقة واحدة بس هي حتكون سر انتفاخ الكيك بطريقة مميزة جدا ورح نعمل الكيك بس بثلاث بيضات بداية انا مفروض اني افصل البياض عن السفر في كزا طريقة لفصل السفر عن البياض انتو الطريقة اللي بتناسبكن اعملوها بس انا رح استخدم هيدا الطريقة احبا اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي جمانا اسمحولي رحب فيكن اذا حابين يوصلكم مني كل جديدة نزلوا بسرعة لتحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعلوا جرس واهم شي تكبسوا عكلمة الكل واكيد ما تنسوا انكن تعملوا مشاركة للفيديو على كل صفحاتكن لحتى الكل يستفيد وهيد البيضة الاخيرة متل ما شايفين طريقة الفصل كانت كتير سهلة تبعوا الخطوات خطوة بخطوة لحتى تستفيدوا ينجح معكن الكيك هيدول الصفار رح حطن على جنب عندي ملعقة صغيرة من الخل الابيض حطيتهم مباشرة فوق بياض البيض وبشارة بالخفئ بخفئوني كتير منيح مفروض اخفئون لحتى عندي البيض يصيري كتير جامد ما هياخدوا معي وقت ابدا بسرعة رح يجمدوا لانه طبعا ما فيهم صفار لو كان بقلبهم صفار كان رح ياخدوا وقت كتير كتير ناس ما بينجح معن الكيك بس بهيد الطريق اذا جربتوها ومع الملعقة السحرية اللي رح نحطها رح ينجح الكيك ورح يصير غير شكل هلا انا وصلت لهيد المرحلة شفتو بس نعمل هيك بتحسوا عندي المزيج عم يعطي رؤوس ما بدي هيك انا بدي بعد يجمد اكتر بكتير هلا انا وعم بخلطهم بصير بنزل بنزل ملعقة طين ونصف من السكر شوية شوية هون طبعا حطينا الملعقتين ونصف من السكر وكمان رح نكافل خفئ على جناب عندي البيض سفار البيض متل ما شايفين رح حط بسفار البيض ملعقتين ونصف من السكر وحطت بقلبهم شوية صغيرة من الفانيليا يعني تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا خلطة مع السكر ونبلش نضربهم نضرب خفيف ونرجع من قول سرعت اكيد انا خفقت بيض البيض لحتى صار عندي البيض متماسك جدا وجامد هون بنخلطهم كتير منيح هلا متل ما شايفين رح نزل الزيت بالنسبة للزيت انا بحاجة لربع كوب من الزيت او ما يعاد الفنجان قهوة متل ما شايفين نزلتهم كل ييتهم بهيدا الشكل وعم بيشرب الخفئ اكيد كل المقادير رح اكتب لكم يابي صندوق الوصف عندي هون اقل من ربع الكوب من الحليب وجهزت على جنب تلت ارباع الكوب من لطحين او الدقيق الابيض نخلته مع نصف ملعقة من البيكنج بودر رح نحطهم شوي شوي وشو عملت كمان غلات ماء تقريبا ما يقارب الخمس ملاعق ماء انا غلاتهم يعني تقريبا بيطلعون ركوة صغيرة من الماء خمس ملاعق وبحطهم مباشرة فوق الخليط رح يعطونا احبائي هالهش اللي بتشوفوها بالكيك لانه كتير صخنين فالبيكنج بودر رح يتفعل بطريقة سريعة وعننا رح ينفخ الكيك هو عنا الملاعق السحرية يلي هي طبعا الماء المغلية انا حتت خمس ملاعق هوني رح باشر بوضع الخليط الاصفر او خليط السفار البيض اللي انا جاهزته مباشرة فوق البيض شفتوا معي البيض كيف شفتوا كيف البيض معي لأي نتيجة وصلت هلأ بصير بخلطن شوي شوي بهيدا الشكل ما بخلطن بسرعة شوي شوي بهيدا الشكل لحتى المزيج كل ييته حسه تناسق على بعضه وامتزج كله ببعضه وصار مزيج متجانس شفتوا اسم الله بعد بتحسوا بعض البيض بعضه مبين بيض البيض انا متل ما قلتلكم كل هيدا بدي خليه يختلط كله بقلب بعض وانا بهيدا الوقت محمي الفرن على درجة حرارة 140 على درجة حرارة 140 اول ما بلشت بعملين مزيج الكيك انا حميت الفرن على درجة حرارة اذا 140 بخلطن شفتوا اسم الله كيف صار عندي المزيج هون عندي مزيج الكيك صار جاهز على جناب عندي متل ما شايفين هيدا الطبق هيدا بيدخل على الفرن عادي طبق زاز رح نحط متل ما شايفين ورقة زبدة هلأ فيكن اذا بدكن تدهنوها بالطحين او شوية زيت مع الدقيق الابيض او لطحين او فيكن بورقة الزبدة متل ما انا عملت بهيدا الشكل سبت كتير منيح بهيدا الطريقة وهلأ رح نزل مزيج الكيك كيف تسمل ملنا مزيج رائع مكونات مزبوطة متل ما قدلكون كله رح ينكتب بصندوق الوصف تبعوا المعيارات تبعوا الطريقة واهم شي ما تنسوا هالملعقة السحرية يلي مش الملعقة لهن خمس ملاعق سحرية مي مغلية مي عم تغلى او بيطلع تقريبا باعتقد شي ربع كوب او كوب قهو صغير من الماء مباشرة رح اخبطون شوي على طاولة العمل بهيدا الشكل لحتى اذا كان في فراغات كله يتعبوا مباشرة الى الفرن ان شاء الله طالع معي ريحته بتحقد ريحته لفة الحارة كلها وهيدا عندي الكيك بياخد العقل ما شاء الله ناضج وغير شكل طبعا انا نطرت لا يبرد على الاخير تركته بالفرن 45 دقيقة عالظبط متل ما شايفين على درجة حرارة 145 45 دقيقة تركته وهيدا النتيجة انه اليكو اسم الله امامر تقمير غير شكل طالع ما شاء الله هاش مرتفع ومتل ما شايفين بس عملته بتلات بيضات جربوا هاي دي الطريقة اللي انا عملتها تبعوا المعيرات واهم شي تحطوا الماء المغلية اللي انا حطيتها لحتى نحصل على اروع كيك هاش مرتفع ولونه ابيض ابيض من الداخل اللي احبقي هلا بفرجيكن شي بياخد العقل هلا اكيد اذا بتحبوا انتو نكهة الشوكولة فيكن او نكهة البودرة الكاكاو فيكن تحطوا لكو ابيض يعني هيدا الكيك ما شاء الله بيضل طريق لاربع خمس ايام متل ما شايفين رهيب انا بنصح الكل انه نعمل وشفتوا اصم الله مانه معجن ابدا طريقة ناجحة مليون بالمية هيدا كان فيديو اليوم احب ان شاء الله يكون عجبكن وحبيتوا الفكرة بتمنى تعملوا مشاركة على صفحاتكم ليوصل لاكبر عدد من الناس انا هلأ بدي ودعكن بحبكن كتير رح اشتق لكم للفيديو القادم بوسات كتير كبيرة لكم بحبكن كتير الى اللي قوم